وأعدنا كلنا على البركان الملتهب وقتها ثم رأيناها في أطفيح في كليسة الصور يعني سلسلة موجودة في محاولات كثيرة دكتور يحضرني الآن مشهد القدسين قبل خروج الرئيس السابق والبعض يحاول أن يربط بين الحادثين أو الحادثتين حادثة القدسيين من أحد الأسباب التي أودت بحكم الرئيس السابق لماذا لا يقول البعض إذا كانت القدسين أتت بحسن مبارك فلماذا لا تأتي القاتدرائية وحادثة الخصوص بالرئيس مرسي ذهبت به تقصد يعني ذهبت به شوف بالعكس المشهد أيضا في غاية الوضوح السيد خالد يحتاج مننا أن نقف أمامه أحداث مش بس القدسين كنيسة القدسين اللي جاءت في مطلع يناير 2011 قبل الثورة بأيام واستشعر أيضا الشارع المصري بل العالمي بأن هناك وكأن هناك أزمة طائفية في مصر يعني اعتداء على كنيسة في ليلة الميلاد ويعني قتل عدد ليس بالقليل من الموجودين في دور العبادة في وقت لحظة العبادة شيء بكل المقاييس الإنسانية والأخلاقية والدينية جريمة ضخمة جدا فيدفع بها في اتجاه السياق الديني والطائفي وعيشنا أسبوع اثنين كأن مصر على شفى حرب طائفية أو أزمة طائفية عميقة ثم يتبين لنا بالوسائق والحقائق بأن دي كانت أزمة مصنوعة صنعها رجال النظام السابق على شان خاطر يدفع الشعب في اتجاه بعيدا عن الأزمة السياسية التي كانت موجودة في أعقاب تزوير الانتخابات في أواخر نوفمبر وأوائل ديسمبر وكانت حالة غليان شديدة جدا كانت مقدمات للثورة التي تولدت لماذا لا يقول قائل الدكتور إذا كان النظام السابق قد فعل ذلك بحادثة القدسين من أجل إلهاء ومن أجل الإبعاد فلماذا لا يقول قائل أن النظام الحالي أيضا يفعل ما كان يفعله السابق وإذا كان لا توجد فتنة طائفية في مصر فأنت معي أن الإخوة الأقباط ليس رادون تماما عن أحواله لا لا شوف قطاعات كثيرة في الشعب المصري غير راضية عن الواقع حتى الآن ولم تستشعر تغييرا وكانت تعاني من ظلم فادح قبل الثورة ولا تزال الحالة لم تتغير كثيرا هذه حقيقة هذا ينطبق على الأقباط وعلى غير الأقباط من شرائح كثيرة في المجتمع لكن هل نحن بصدد قضية دينية في أبعدها؟ لا أقول لي هو مين اللي قتل؟ مين اللي ضرب؟ مين اللي اشتبك؟ مين اللي استخدم؟ لا ليست أطراف دينية ليست قضية أزمة بين مسلمين النهاردة وإحنا بنتكلم دلوقتي وأنا أتابع قبل ماجي الوضع في الخصوص بين المسلمين والمسيحيين لا توجد هناك لأن اللي دخل لافتعال الأزمة ليس أهل الخصوص بين المسلمين طبعا يعني بصرف المنظر عن الواقع الحادثة الأولى وهي حادثة فردية رسم على معهد ديني إن صحت الرواية وثم من قتل من فوقع قتيلة يعني حادثة فردية في شجار يحدث أحيانا بين المسلمين بعضهم وبعض أو المسيحيين وبعضهم وبعض فحدث من المسيحي قتل مسلما في بداية الواقع لكن تطور الأحداث هو ممن ينفخ في النار ممن يسعى لصناعة أزمات طوال الوقت أحيانا الأزمات تأخذ زي ما دربنا عدة أمثلة كده في إنه وإنبابة وأطفيح ومسبيره وأخيرا في الخصوص ونبقى اللحظات كل الأسبوع اللي فات تحديدا أنا كنت أتابع مع العقلاء من المسلمين والمسيحيين في شبرا الكريمة ومع مدير الأمن وغيره في محافظة الأليوبية أحداث شبيهة مجموعة بلطاجية بيفرضوا إتوات على الناس فراحوا لمصانع رجال أعمال مسيحيين وبيحاولوا يفرضوا عليهم إتوات فرافضوا يستسلموا لمنظومة البلطاجة دي ورافضوا التهديد وواقفوا صف واحد ضدهم فراحوا مصورين المسألة للمسلمين على إن دول مسيحيين بيعتدوا علينا أو بيستفزونا أو بيواجهونا وراحوا يلفوا على مساجد وبتاع المسيحيين وصادف في نفس الوقت في اليوم ده تتسكر الأسبوع الماضي إن في طفل مسيحي تم رقطفه أدام كنيسة أيها بس من الطرف الثاني هنا ليس مسلمين ولا إسلاميين ولا علاقة لها بدين لكن قضية بلطاجة تحاول أنها سواء تبتز الطرف الأول سواء كان مسلم أو مسيحي وصادف في هذه المرات أنه مسيحي أو تتحاول تشعل حالة من الأزمة هي بالضبط زي ما بقول لحضرتك النموذج اللي استمر طوال السنتين أحيانا يخترع الأزمة ما بين أهل الأهلوية والبرسة عادية أحيانا بين المسلمين والمسيحيين أحيانا بين الإسلاميين والليبراليين أحيانا يستغل مناخ في حالة من السيولة والارتباك والانقسام والخلاف السياسي أحيانا وفي هذا المناخ يحاول أن يشعل الحرائق ليصنع تلك الأزمات التي تمنع أن الوطن يمر للأمام وعشان كده لازم نسأل السؤال الطبيعي في أي مشهد من مثل هذه المشهد من المستفيد؟ عادتك بتقول لماذا لا يكون النظام؟ هل ده سؤال معقول؟ اللي هي النظام لا بقول له أكد يكون على نفس رد حضرتك إذا كان النظام السابق قد فعلها طب وهو لما عمل القديسين النظام السابق كان هو المستفيد؟ النهاردة لكن ساعتها الماكينة اشتغلت علشان تقول دي أزمة طائفية والإسلاميين وراءها مش كده لكن النهاردة يعني بصرف النظر عن الموقف صحيح أو قطأ أو ملابساته أو ظروفه أو تبريراته الهتاف كان ضد الرئيس وضده بالعكس تسييس المشهد المشهد اللي أنا قلت ما هوش طائفي لكن مشهد مفتعل لصناعة أزمة علشان تحسب على النظام في الآخر ويبقى في الآخر الهتافات ضد ضد الرئيس وضد النظام متأكيد لأن الهتاف كانت موجودة الهتاف كان موجود أمام الكاتدرائية بإسقاط حكم المرشد مش كده كان هذا الهتاف هو الموجود لأن من يأ إذن هل هذه النتيجة تتناسب مع المقدمة بالنظام يبقى عندما يتهم الإخوان في هذه الحادثة وعندما يتهم الإخوان المعارضة وعندما تتهم الإثنين يتهمق الأمن طيب إلى متى سنظل زي ما أنا قلت في المقدمة يصع باستمرارها هذه الحالة ويصع بإنهاءها والآن الإخوان هم الذين يقوم على سدة الحكم وكما كنا نقول سابقا كل شيء يتحمل ومن يملك وكان حسن مبارك هو الذي كان يحكم وكنا بنعول كل شيء على حكم الآن بعد حضرتك مركز بصيرة في استطلاع الرأي بالتأكيد قريت أنت سيادتك شعبيت الرئيس بعد المائة يوم الأولى كانت 78% الآن 47% سبعة بيقول لي سبعة وثلاثين لا هي سبعة وثلاثين سبعة وثلاثين في المائة سبعة وثلاثين اللي هم هيعيدوا ترشيحوا ليش كده يعني غير سبعة وثلاثين تملك حضرتك من 78% في المائة يوم الأولى الآن 47% كيف النتيجة يعني بصرف النظر عن هذا الاستطلاع وصياقه ومن قام به وفي أي توقيت قام به وأي شريحة استخدمها علشان يحقق هذا الاستطلاع ومدى انتباق المعايير العلمي بتشكك أصلا سيادتك في هذا لا لا مش بشكك بس أنت النهاردة علشان تاخد لقطة من مشهد من منحنة وتقول تعالى أعمل استطلاع في اللحظة دي في التوقيت دا تأكيد المقدمات تؤدي إلى نتائي بالزبط كده ودي خضية لعبة معروفة في طريقة عمل الاستطلاعات حتى لو كان المنهج بتاع الاستطلاع طب هو في رأي منذ وصول الدكتور مرسي للحكم هل في رأي كان ممكن بعد المائة يوم كان ممكن يبقى الاستطلاع مختلف أنا ألا تشعر سيادتك أن المنحنة طيب أنا بس مش عايزك قبل ما نبعد كثيرا نفضل في ذات الموضوع قبل ما نمشي الأزمة الموجودة الآن وأنا أؤكد أنها ليست أزمة طائفية بالمعنى الديني لأنها ليست بين مسلمين بسبب دينهم ومسيحين بسبب دينهم بتاتا لا في الجانب العبادي ولا في العقائدي